السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم اقوى برنامج من برامج التحميل المجانية اللي هده قدر بها تحمل من كل المواقع بازن الله في الفيديو ده هعلمك ازاي تثبت البرنامج على جهاز الكمبيوتر بتاعك ونعمل عليه تجربة في عملية التحميل من احدى المواقع بصورة مجانية بالكامل لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمطال بساطة حضرتك هتروح تفتح المتصفح الخاص بي اللي موجود على جهاز الكمبيوتر وتيجي في خانة البحس اللي موجودة هنا تعمل عملية لصق الكلمة تضغط على انتر من لوحة المفاتيح هتاخد الخيار الاول هو ده الموقع الرسمي للبرنامج طبعا هنقف الحيطة اللي هي الترجمة ديت مش نحتاجينه تمام وبعد كده ننزل على عملية زي ما حضرتك شايف ده ده لو كان عندك نظام لكن لو كنت حضرتك بتشتغل بنظام الويندوز فهتختار الخيار ده طبعا انا ايه بشتغل بنظام ويندوز فهضغط على خيار اللي هو التحميل زي ما حضرتك شايف كده برنامج خفيف جدا مش هياخد ثواني في عملية التحميل زي ما حضرتك شايف كده تم تحميل البرنامج بنجاح هفتح المجلد اللي نزل فيه البرنامج تمام هضغط هنتظر زي ما حضرتك شايف كده ظهر معي الملف بتاع التثبيت اخده قص قطه على سطح المكتب هافلة الصفحة دي مش محتاجها تمام هبدأ اعمل له عملية لسق على سطح المكتب زي ما حضرتك شايف ده ملف استطاب هبدأ اضغط عليه استطاب عادي خالص هنتظر لما عملية استطاب تبدأ معي لحظات بسيطة زي ما حضرتك شايف كده هو هنا بيقول لي هتعمل ايكون على سطح المكتب اقول له اه يس يعني اعمل لي ايكون على سطح المكتب هضغط على نيكست واضغط على انيستول واضغط على فينش تمام زي ما حضرتك شايف كده البرنامج فتح معي بالصورة ديت تمام لحد دي كده آآ مافيش اي مشكلة خالص في مهمة اساسية عشان البرنامج يشتغل معك بمنتهى البساطة تضغط على كلمة براوزر هنا هتبدأ تعمل عملية تكامل للمتصفحات افضل متصفح بيشتغل عليه البرنامج بمنتهى ليسر والسهولة وعلى جميع المواقع هو متصفح ده عن تجربة تبدأ تضغط على حاجة اسمها اللي هي الاضافة نضغط ننتظر لحديث ما صفحة الاضافة وتظهر معي تمام زي ما حرك شايف كده ابدأ اضغط على الحصول على عشان اعمل تثبيت للاضافة اضغط على اضافة ملحق وانتظر لحديث ما يتم تثبيت الاضافة تم تثبيت الاضافة بنجاح عشان اتمن ان الاضافة شغالة تضغط على الثلاث نقط اللي موجودين عند المتصفح تبدأ تاخد اللي هي الملحقات تضغط عليها تضغط على ادارة الملحقات اتأكد ان هي شغالة بالسردية لو ليتها حضرتك مغلقة لازم تفتحها طبعا احنا بكده جهزنا اعدادات البرنامج للتحميل بمنطقة البساطة من اي موقع هنبدأ نعمل تجربة عملية هنفترض ان انا هدخل على موقع ميكروسوفت واحمل نسخة ويندوز 11 احدث نسخة موجودة على الموقع اجدد كلمة ويندوز واكتب 11 واضغط على انتر من لوحة المفاتيح هيفتح معي الصفحة الرئيسية لموقع ميكروسوفت هبدأ اختار اول خيار اللي هو تنزيل ويندوز 11 تمام زي ما حرك شايف كده هنتظر لحديث ما الصفحة هتحمل هبدأ انزل عند حد التنزيل تمام كده هوت هنتظر لحديث ما النسخة الويندوز تظهر لحظات بسيطة زي ما حرك شايف كده النسخة ظهرت اللي هي ويندوز ايزو 11 64 بيت هبدأ اضغط على تنزيل الان هنا بيقول لي اختار لغة تبدأ تختار اللغة اللي حدرتك عايزها انا هافترض ان انا هختارها باللغة العربية وابدأ اضغط على تأكيد تمام هيتم التحقق طبعا من صحة الطلب بتاعي زي ما حرك شايف كده بدأت تظهر معايا النسخة هضغط على دول لود 64 بيت زي ما حرك شايف كده هقفل بقى صفحة زي ما حرك شايف بدأت عملية الدول لود لو انت لاحظت البرنامج بيسرق عملية التحميل درجة رهيبة جدا انا دو تحمل بحوالي تلاتة ميجا ونص طبعا انا عمل عملية ايقاف لتحميل الملف لان انا محمله عندي قبل كده طبعا البرنامج بيدعم عملية اعادة التحميل حتى لو حضرتك وقفت عملية التحميل بتبدأ تعمل عملية استعادة للتحميل فبيكمل معاك التحميل بمنطقة البساطة لو انا عملت اعادة لتشغيل الملف زي ما حرك شايف هيرجع يحمل بدون اي مشكلة طبعا سرعة التحميل عالية جدا بتتقرب تقريبا على حوالي اربعة ميجا في الثانية طبعا برنامج جميل وفي نفس الوقت مجاني بالكامل حضرتك ما بتدفعش فيه اي فلوس طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته